وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 536 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 286 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والباية بأسزيد من السعر الرسمي تم ضبط 237 طن وفي مجال الباية بأسزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط 15 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 427 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير متابق للمواصفات موسيقى موسيقى موسيقى